بعت وزير الدخلية محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد كما أعرب توفيق في البرقية لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد مضيفا أن مسيرة الوفاء والعطاء لهؤلاء الشهداء ستبقى خالدة عبر الأجيال وشهد على كفاح الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه على امتداد ملحم ومعارك النضال الوطني العظيم والتي نقف أمامها بكل الإجلال والتوقير كما بعث وزير الدخلية برقية تهنئة للفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة لاحتفال بيوم الشهيد وقال توفيق إنه يسره وهيئة الشرطة بمناسبة لاحتفال بيوم الشهيد أن يذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات أبطالنا شهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لمصر العظيمة